خلافات مستمرة بين شركاء العملية السياسية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة منذ أن كل فعاد العبد المهدي بهذه المهمة من قبل برهم صالح رئيس الجمهورية فتحالف المحور الوطني لم يتفق على تسمية مرشحيه لتولي الوزارات في حكومة عبد المهدي وفقا لنظام المحاصصة الطائفية فالخلافات داخل التحالف قد تؤجل الإعلان عن الوزارات المخصصة للسياسيين السنة بحسب مصادر في التحالف نفسه رغبة الشركاء في الاستحواذ على وزارات بعينها لا تقتصر على تحالف المحور فتحالفات أخرى مثل الفتح ودولة القانون والنصر بجانب الأحزاب الكردية تطالب هي الأخرى بمناصب في حكومة عبد المهدي وسط أنباء ترجح توزيع التشكيلة الوزارية الجديدة على أساس المحافظات الصحيفة الشرق الأوسط نقلت عن مصادر سياسية تأكيدها وجود توجه بالعودة إلى صيغة تشكيل مجلس الحكم الانتقالي الذي أسسه الحاكم المدني الأمريكي بولو برايمر بعد احتلال العراق والذي تم بموجبه تقسيم أعضاء المجلس على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية ووفقاً لتسريبات صحفية فإن من المقرر أن يقدم عبد المهدي 12 وزارة من أصل 22 وزارة إلى البرلمان للتصويت عليها مطلع الأسبوع المقبل شريطة الاتفاق مع قادة الكتل السياسية على توزيع الوزارات اتفاق تشكيل نصفي لحكومة عبد المهدي لم يخل من الضغوطات التي تمارسها الأحزاب لتوزير أشخاص من داخل هذه الأحزاب لوزارات سيادية بعيداً عن التكنقراط بحسب النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي وثمت من يقول إن استمرار المحاصصة السياسية يعني أن شيئاً من الإصلاح لن يتم لسيما على صعيد مكافحة الفساد الذي تمكنت الأحزاب من خلاله اختراق مؤسسات الدولة والاستلاء على عائدات النفط ومقدرات العراق الأخرى التي كانت كفيلة بإعادة بنائه وإعماره